ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا ومحمد وعلى آله وصحبه جمعين طبعا حنتحدث عن الحجر النبوية بشكل مختصر ولكن أوردنا تحدث بشكل كبير يأخذ وقت طويجي لأن حقيقة الفوجئنا كثرت البعض في السنابات وشوشوا على الناس بعد كل دخلت الحجرة وشاهدت القبر النبو الشريف وهذا كله كذب ودجب وغير صحيح هو دخوله داخل المقصورة داخل الشبكة الآن عندك المدرسة أو الجامعة فيها سورة هل إذا دخلت سورة المدرسة أو سورة الجامعة معناها دخلت البصور ودخلت الإدارة هذه نفس الطريقة هو دخوله داخل المقصورة ليس الحجرة نفسها وبينك وبينها قبر النبو الشريف جدارين مغلقة هذة ثالثة الشبكة فحنت ندخل ونشوف الحقيقة من الداخل بشكل واضح جدا جدا فطبعا بداية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مع الآله وصحبه أجمعين حينما طبعا بدأ بناية المسجد النبوي فأرض المسجد النبوي كما قال الدكتور تنيظل احفظه الله لأنها كانت ليتيمين من أنتابن النجار وهما سهل وسهيل أبناء عمرق بن رافع بن فعلبا من بن النجار كان يكون من الصحابي أسعد بن زران رضي الله عنه فلما بركت ناقة عليه الصلاة والسلام بهذا الموقع قال هذا إن شاء الله المنزل فأراد اليتيبين يتبرعوا بهذا الموقع ولكنه عليه الصلاة والسلام فعلى آله وصحبه أجمعين رفض ذلك وأراد المبايع بحقه بقيمته ودفع الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قيمة هذا الأرض من مال الخاص واشتراها بعشر دنانير من الدهب فله الفضل العظيم في شراء أرض المسجد النبوي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويعتبر المسجد النبوي أول وقف بالإسلام وهو وقف لأبو بكر الصديق رضي الله عنه المساحة كان 60 دراع 70 دراع 30 بخمسة 30 متر مساحة كاملة كانت 1050 متر بداية التأسيس فبدأوا بعملية تنظيف الموقع لأنه في رواية عند البخالي رحمه الله كان في بعض الخرابة بعض القبور وبعض النخيل فنظف الموقع وبدأوا بتأسيس فنزلوا بالأساسات تقريبا حوالي 3 أذرع متر ونصف وبدأوا بوضع الحجارة أساسات والجدران من الطين اللبن والأعمل من جذوع النخل والأسكف من جديد النخل فاستمروا بالبناء تقريبا حوالي 7 أشهر المسجد كانت قبلته إلى بيت المقرس فكانت في أرض جوار المسجد من الجهة الشرقية هذه الأرض للحالة ابن نعمان الخزرج رضي الله عنه فتبرع بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كي يبني سكن لزوجات أمهات المؤمنين سوداء بنت زمعة رضي الله عنها وعائشة بنت أبي وكر الصديق رضي الله عنها فبنى عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه جمعين في مؤخرة جوار المسجد من الجهة الجنوبية الشرقية حجرة لعائشة رضي الله عنها وشرفا عنها حجرة لسوداء بنت زمعة رضي الله عنها والبعض يقول أنها شمال حجرة عائشة رضي الله عنها فاستمروا بالصلاة إلى بيت المقرس طبعا الحجرات كانت من جريد النخل وعليها مسوح الشعر ثم بعد ذلك الحجرة مساحتها تقريبا سبعة ذراع بعشرة ذراع ثلاثة ونصف متر بخمسة متر تقريبا فاستمروا بالصلاة إلى بيت المقدس كما ثبتها عند البخاري رحمه الله سبعة عشر شهر وعند مسلم رحمه الله ستة عشر شهر فتحولت القبلة لبيت الله الحرام فأغلق الباب الجنوبي وفتح باب من الجهة الشمالية فأصبحت الحجرات في مقدمة جوار المسجد بعدما كانت في المؤخرة فأصبحت في المقدمة بقي الوضع على هذا حتى طبعا بعد ذلك لا نريد أن ندخل في قضية التوسعات ولكن للحجرة توفي عليه الصلاة والسلام وفاته خارج المسجد في حجرة عائشة أم المية رضي الله عنها نشاهد الآن فنحاول تقديمه بشكل كبير جدا فوفاته عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الجمعين خارج المسجد في حجرة عائشة أم المية رضي الله عنها فركن جنوب الغربي للحجرة على سرير خشبي متواضع فبعد ذلك طبعا نشاهد الآن طبعا نشاهد طبعا هذه صور مكتوبة وغير صحيحة لأن قبل رسول عليه الصلاة والسلام فهذه المشكلة اللي فوجئنا فيها إنه البعض معلقها بالمناسب مثل هذه الصورة فهذه الصورة شف مكتوب تحت هذا هو ما لم يشاهده سوى واحد من عشرة شو بيكبر الكذبة واحد من عشرة بالمية من المسلمين حول العالم كله هذا قبل أشرف القلب عليه الصلاة والسلام من الداخل العاقل اللي ينظر للصورة هذه يسأل سؤال واحد إذا هذا قبل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فأين قبل أبو بكر وعمر رضي الله عنه فالمقصد هو كل المادة المقصد هو كل الضحك والدجل على ابناء المسلمين فهذه الصورة طبعا لجلال الدين بن الرومي في تربي أديب فارسي شف الصورة اللي بعدها وهي أدها وأمر شف أنت دخلت الرومي هل أمام المنبر بالشكل هذا فوجئت صحقت زوار أتونا للمعرض عدد كبير جدا أن أحد قال يا أستاذ هذا الصورة تباع عندنا بثلاثين واربعين دولار ومعلقة بالمنازل خارج المرنة فهذه مشكلة كبيرة جدا هذا في فلسطين في الخليل شو الصورة اللي بعدها أيضا في ترك شو الصورة هذا اللي من جلال الدين بن الرومي وهذا اللي من السلطان راح مجد في تركيا أنظر ماذا كتت الفور فهذه مشكلة كبيرة جدا فلابد الحقيقة تقتضح وحتى إيش يكون الإنسان على بين هذه الحجرة كما قلنا ثلاثة ونصف خمسة متر ثم بعد ذلك كما قلنا بالشكل هذا فتوفي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين فركن جنوب الغري لحجرة عائشة أم المين رضي الله عنه على سرير خشبي متواضع فالصحابة رضو الله عليهم الصدمة كانت قوية جدا والبعض منهم لم يصدق أنه قد توف فأبو بكر الصديق رضي الله عنه حضر مسلعا ودخل إلى حجرة ابنة عائش رضي الله عنه أم المبني فوجد رسول الكريم عليه الصلاة والسلام وغطى مسجع على سرير خشب متواضع فرفع غطاء عن وجه الشريف فداه أبي وأمي والناس أجمعين وقبل جبينهم طاهر وقال طب تحيا وميتا يا رسول الله الموت التي كتبها الله لك فقد متها ثم غطاه عليه الصلاة والسلام ودخل رضي العنو إلى المسجد الصحابة بالمسجد أصواتهم مرتفعة فأشار إليهم بالهدو وصعد إلى ابنة وقال كلمته الشهيرة من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمد قد ماته ثم تل الآيات التي في صورة آل عمران الآيات استشهد بها واستدل بها أبو بكر رضي الله عنه وهي نزلت في غزوة أحيب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ورواية أنه تل الآيات التي في صورة الزمر إنك ميت وإنهم ميتون فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية أهي في كتاب الله قال نعم فخرى عمر صائق ثم بعد ذلك عرف الصحابة الآيات فغسل عليه الصلاة والسلام الذين غسلوا عليه الصلاة والسلام على أهل وصحبه الجمعين علي بن أبي طار رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه والفضل بن عباس رضي الله عنه وقثم بن عباس رضي الله عنه وشقران مولى الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنه ويقال أيضا أوس بن خولي الأنصاري ثم بعد ذلك كفل بثلاث ثياب يمانية سحولي ثم صلي عليه عليه الصلاة والسلام فردا فردا بدون إمام فبدأ الرجال ثم النساء ثم الصديان احتاروا في قضية الدفن هل يكون الدفن في البقيع فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما قبض الله نبيا إلا ودفن مكان ما قبل ورواية ما توفي نبي إلا ودفن مكان ما توفي فهوعد السرير وحفر في موقع هذا السرير والقبر لحد نزولا ثم الدخول إلى الداخل فالوجه الشريف عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين جهة القبلة والرأس الشريف جهة الروضة والقدمين الشريفتين جهة البقيع القبر رملة حصبة حمرة مسنمة كالقبور الموجودة بالبقيع ثم بعد ذلك عائشة رضي الله عنها ما كان لا منزل إلا هذا المنزل فكانت تسكن في نفس الحجرة وقبل وصول عليه الصلاة والسلام في نفس الحجرة فوضعت ستارة بينها وبين القبر النبو الشريف ثم بعد ذلك طبعا هنا سؤال يطلح نفسه لجميع المسلمين في الوقت الحاضر لماذا الصحابة الغمان اللي عليهم احتروا في قضية دفنة لماذا واحد منهم لم يكن ندفنه في المسجد كما يعمل الآن خارج المملكة لماذا واحد منهم هؤلاء أفقى هالناس بديل الله بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء أفضل أولياء الله الصالحين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام طيب لماذا واحد منهم لماذا أبو بكر رضي الله عنه لماذا علي رضي الله عنه طيب لماذا فاطمة رضي الله عنه ما قالت هذا والدي ندفنه في المسجد كما يعمل الآن بالعالم الإسلام إلا إذا شيء واحد إلا إذا هم ما فقهوا الدين ونحن بعد ألف سنة فقهنا الدين فهذه المصيبة العظيمة طيب لماذا واحد منهم لم نكن ندفنه في المسجد ما السبب ما السر السبب كما روى المخاري ومسلم أنه قبل وفاة عليه الصلاة والسلام على أهل وصحبه الجمعين بخمسة أيام في مرضه الذي توفي منه قالت له أم حبيبة وأم سلمة أمهات المؤمنين يا رسول الله لقد شاهدنا بالحبش حينما هاجروا إلى الحبش أنهم في الحبش أهل كتاب يهود ونصارى في كنيسة اسمها ماريا يدفنون صالحيهم في المساجد ويجعلون صغرهم في المساجد فقال عليه الصلاة والسلام على أهل وصحبه الجمعين أولئك شرار الخلق عند الله ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ثم أصبح يغمى عليه من شدة المرض عليه الصلاة والسلام وإذا أفاق رفع غطان وجه الشريف وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد فعرف الصحابة رموانا عليهم أن مسألة التفن في المسجد هذه انتهوا منها هذه خلاص لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره هنا المسألة دية استبعدوها فاحتاروها ليكون في البقيع ثم لو كان الدفن في المساجد جائزا لماذا عليه الصلاة والسلام المائة بعمي حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء ويدفنه في المسجد النبوي لو كان الأمر جائز فيه أجر عظيم الدفن في بيوت الله لماذا لما دمعت عينا عليه الصلاة والسلام بفراق ابنه إبراهيم لماذا دفنه في البقيع طب لماذا لم يدفنه في المسجد لو كان الأمر جائز الدفن في المسجد لماذا لما توفين بنام رقية وزينب وأن كل ثوب رضوان الله عليم جميع لماذا عليه الصلاة والسلام لم يدفنه في المسجد ولماذا لما توفيت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها طيب لماذا لم يدفنها في المسجد لماذا دفنها في البقيه ثم الحجة الكبيرة وقاصمة الظهر لهذا الموضوع سعد بن معان رضي الله عنه هذا الصحابي رضي الله عنه سيد الأوسط أصيب في معركة الأحزاب في غزوة الخندر فعمل له الرسول عليه الصلاة والسلام علىه وصحب أجمعين خيمة في وسط المسجد النبوة مستشفى يطبب بها فكانت القائمة على هذه المستشفى أول طبيبة بالإسلام وهي رفيدة الأنصار رضي الله عنها فقال عليه الصلاة والسلام طببوه عند رفيدة ثم بعد ذلك طلب بني قريضة أن يكون الحكم فيهم سعد بن معان رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام على آله وصحب أجمعين أحضر سعدا من المسجد فأحضر على بغر وحكم في بني قريضة ثم رد إلى خيمة في المسجد فأتى بعد صلاة الظهر جبريل عليه الصلاة والسلام للرسول عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد ما للذي مات عندكم اليوم لقد اهتز عرش الرحمن بوفاته صحابي عمره 36 أو 37 سنة معاشر الإسلام إلى 6 سنوات تقريبا من هذا الحديث فائدة الأولى أن جبريل أمين الوحي سيد الملائكة لا يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب لأجابه علم الغيب لا يعلمه إلا هو سبحانه تعالى فماذا عمل عليه الصلاة والسلام ذهب مسرعا ومعه الصحابة الرضوان اللي عليهم إلى خيمة سعد رضي الله عنه في وسط المسجد فوجد الدماء تسيد من داخل الخيمة انفجار الجرح ووفاة سعد رضي الله عنه في وسط المسجد النبو ماذا عمل ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا به قبل أن تسرع المنائك به وجيع سعد رضي الله عنه إلى البقية الذين شيعوه من الملائكة أكثر من الصحابة أكثر من سبعين ألف ملك الذين شيعوا سعد رضي الله عنه ثم في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام على الله وصحب المعين لقد نزلت ملائكة من السماء أول مرة تنزل إلى الأرض ведь لتشيع جنازة سعد رضي الله عنه وكان على رأس المشيعين رسول عليه الصلاة والسلام من شدة الزحام كان عليه الصلاة والسلام يمشي على روس أصابع رجوله ودفن سعد رضي الله عنه في البقيع ولا يعرف قبره بالبقيع لو كان الأمر جائز الدفن في بيوت الله أليس من باب أولى هذا الصحابي يدفن في المسجد إلا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعوذ بالله من ذلك ما فقه ذلك ثم يخرج استاذ دكتور يقول يجوز الدفن في المساجد حجة في الآية التي في صورة الكهن وهل هذه الآية ما نزلت عن رسول؟ وهل هي نزلت على الأستاذ الدكتور وفقهه وما نزلت عن رسول عليه الصلاة والسلام؟ ما فقهوها الصحابة رضو الله عليهم فهذه من الإشكالات التي حقيقة أحببنا توضيحها ثم بعد ذلك توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل وفاته أوصى بأن يدفن جوار رسول عليه الصلاة والسلام ودفن جوار رسول الكريم عليه الصلاة والسلام فتقدمت الستارة بالأمان فكانت تسكن بهذه المسافة عائشة رضي الله عنه ثم بعد ذلك جدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجرة لعائشة رضي الله عنها وبناها لها من الطين اللمي ثم طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن عائشة رضي الله عنها فأذنت بذلك وبنت جدار من الطين بينه وبين القبول فكانت تسكن بمسافة 72 سانتي في خمسة متى تقريبا مع الحوش الخالجي ثم بعد ذلك توفيت عائشة رضي الله عنه عام 58 هجرية فأغلب باب الحجرة لم يدخل أحد إلى داخل الحجرة من بعد وفاة عائشة رضي الله عنه إلى الآن الحجرات خارج المسجد من الجهة الشرقية فبعد ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله أرسل له الوليد بن عبد الملك في عام 88 هجرية بعد وفاة جميع عمهات المؤمنين فأصبح الناس أبواب الحجرات كانت خالية الحجرات فكانوا يدخلوا في صناة الجمعة يزدحموا ويدخلوا داخل الحجرات فطلب منه التفاوض والتوسع من الجهة الشرقية بعد مفاوضات وافضوا أزال عمر بن عبد العزيز رحمه الله جميع الحجرات إلا حجرة عائشة أم المير من يراعنا فتصدع جدار الشرق للحجرة وسأة فأعاد منها الحجرة وبناها بالشكل هذا بناها من الحجارة السوداء وربعة الشكل مشابه حجارة الكعبة المشرب جدار سماكة من جميع الجهات 73 سانتي إلا المنطقة الشرقية 63 سانتي تقريبا ثم بعد ذلك سقف الحجرة بخشب الساج بالشكل هذا ثم بعد ذلك حماية للحجرة بنا جدار آخر وهو هذا الجدار خماسي الشكل من نفس الحجار وارتفاعوا تقريبا 6 متر وربع وأغلقوا من جميع الجهات والحجرة مغلقة والجدار الخماسي مغلق فانتهوا من العمل 91 هجرية من 91 هجرية لم يدخل أحد إلى داخل حجرة إلا بعد تقريبا 790 سنة فحصل تصدع في الجدار في الركن الشمالي الشرقي هنا فشوهد أن الجدار الشرقي مائل على الجدار الخارج فاجتمع الوالي والعلماء في الروضة وقرروا إعادة بناء جداره فتح الجدار الأول وفتح الجدار الثاني طبعا فتحت من الجهة الشرقية والجهة الشمالية وانكشفت الحجرة من الداخل فكانت الفتحة طبعا في الركن بالركن هذا من هنا وهذا من جهة هذه ولكن فتحت الحجرة من الجهة الشمالية ومن الجهة الشرقية فانكشفت الحجرة من الداخل هذا أول دخول للحجرة بعد أكثر من 790 سنة فكان من ضمن النجنة التي دخلت إلى الداخل أحد علماء المدينة ووصاح الكتاب وفايل وفا نور الدين بن علي السمودي رحمه الله المتوفى 911 حجرية يقول رحمه الله أولا الحجرة ليس لها باب ولا أثر باب ثانيا مسك أرضية الحجرة بيده قال رملة حصبة ندية ليس لها غبار ثم ثالثا يقول أن القبور لا يكاد يرى تسنيمها إلا قليلا هابط مع الزمن ثم يقول أن مستوى أرض الحجرة ينزل عن مستوى أرض المسجد بمسافة ذراعه 60 سنة السبب لأن الحجرة مغلق والجدار مغلق فالزيادة خارجية لكن نرجع قبل هذا الزمن اللي هو المتوكل المتوكل في عام 247 هجرية لبس هذا الجدار بالرخام بطول تقريبا حوالي متر نشوف الآن طبعا بالشكل هذا بطول متر ثم بعد ذلك أتى المقتفي في 548 هجرية زاد بالرخام بطول تقريبا ثم حصل بعد ذلك في العاهد المملوكي اللي قلنا فتح جدارين بالشكل هذا فتح بالجهة هذه بالركن هذا فانفتح الجدار من الجهة الشرقية حجرة ومن الجهة الشمالية وانكشفت الحجرة من الداخل ثم يقول السمودي رحمه الله أن مساحة الحجرة سبعة ذراع بعشرة ذراع يعني ثلاثة ونصف متر في خمسة متر ثم أغلقت الحجرة من نفس الحجرة أغلقت وبنيت من نفس الحجرة لكن لصق الجدارين من الجهة الشرقية شف بالشكل هذا ومن الجهة الجنوبية فأصبحت طبعا شوف سماكة الجدار تقريبا حوالي من هنا متر وسبعين سانتي وهنا متر وثمانين سانتي ومتر ستة وثلاثين سانتي وهنا تقريبا زي ما هو الجدار ثلاثة وسبعين سانتي ولكن من هنا زاد بالشكل هذا شوف هنا بحوالي متر وستة وثلاثين سانتي ثم بعد ذلك الجدار الكامل من الجهة الركن اللي هو 63 سانتي سماكة الجدار ثم شالوا السقف الخشب وضعوا مكان السقف الخشب قبة بالشكل هذا هذه القبة جوه من الجهة الشرقية وطبعا من الحجر الأسود وكملت بالحجر الأبيض وهي من الخشب والتفاعها تقريبا حوالي 18 لضراع تقريبا 8.5-9 متر تقريبا ثم لبسوا هذا الجدار بالرخام بطول 3 متر من جميع الجهات طبعا بدأوا الهدم في تقريبا حوالي 14 شعبان وبدأوا العمل في 27 شعبان 881 وانتهوا في 7 شوار 881 وبغلق الجدارين ب7 شوار 881 من 7 شوار 881 إلى يومنا الحاضر لم يدخل أحد إلى داخل الحجر دخول أي رئيس دولة أو ملك أو مسؤول أو موظفين في الرئاسة داخل المقصور ونحن نشوف الآن وندخل الآن بالشكل حقي شوف الآن انت دخولك كزائر من باب السنا وخروجك من باب البقية شوف الآن هذا الباب يسمع باب السيدة فاطن رضي الله عنها فهذا الشبك طبعا قبله كان فيه موجود شبك خشب أول من وضع المقصورة والشبك هو ركن الدين الظاهر بابرس حينما أتى زائرا للمدينة في عام 600 تقريبا و 67 هجريا وجد مخالفات شرعية حوالين الجدار لأن الناس كانوا يسلموا جوار الجدار فقام ببناء شبك خشب دربزين له ثلاث أبواب ارتفاعه 3 متر ونصف تقريبا ثم بقي الشبك الخشبي في ذاك الوقت إلى حدوث الحريق الثاني للمسجد في 886 فأتى عليه الحريق الثاني على الشبك الخشب لوضعه الظاهر بابرس وصنع هذا الشبك المولود الآن في مصر في 887 وأنس العمدليق ينقع للمدينة ووضع في 888 مكتوب من الجهة الغربية أنشئ في عاهد السلطان النصر أشرف قايت باين 888 1483 ميلاد فهذا الشبك لو عدد من الأبواب الباب اللي هنا الشرقي يسمى باب السيدة فاطمة لأنه محاذاة لحجرة السيدة فاطمة رضي الله عنه ثم باب من الجهة القبلية يسمى باب التو وبابا من الجهة طبعا الغربية يسمى باب الوفود جوار استوانة الوفود وبابا من الجهة الجنوبية الشمالية وهذا يسمى باب التهجد وهذا وضع فيه 724 هجري ثم بعد ذلك طبعا يفتح الباب الآن شوف الآن بالنسبة للدخول بالشكل هذا دخول أي مسؤول أو رئيس دولة أرضية رخام طبعا عليها سارك موجود محرام وهذا المحرام من العهد المملوكش والكتابة والخط المملوكي والعياد بالشكل هذا طبعا المحرام هذا في موقع حجرة فاطمة رضي الله عنها فسموا محرام السيدة فاطمة رضي الله عنها حندخل مع الباب الثاني من هنا الروب خلف الشبك هذا لكن شوفيش خلف المحرام خلف المحرام صندوق خشل وهذا الصندوق كانت توضع فيه المجوهرات والهدايا التي تعتي من الصلاطين العثمانيين وأمهاتهم للحجرة النبوية فهذا طبعا داخل صندوق صغيرة فهذا الصندوق طبعا يسمى صندوق أو سرير السيدة فاطمة فالبعض يتخيل من الصورة هذه أن هذا قبر السيدة فاطمة رضي الله عنه لا قبر السيدة فاطمة رضي الله عنه في البقية فهذا طبعا بالنسبة للصندوق هذا مع آخر حكام العثمانيين عمر فخري باشر عام 1336 هجرية أخذ جميع المحتويات وبالقطار إلى توركي طبعا نشوف هنا ندخل مع الباب الآخر وهو هذا نحن جئينا من الجهة الشمالية ثم دخلنا إلى الغرب والروضة بالمنطقة هذه الجهة الثانية وهذا الجدار لبناء عمر بن عبدالعزيز رحمه الله طبعا هنا موجود صندوق خشب هذا الصندوق قديم من العهد العثماني سمى صندوق الصندق كان يعجل فيه طيب الصندق ويطيب الموقع بطيب الصندق مع العنبر والورد ولكن هذا وقت الكنيس من الداخل يخرج الصندوق ويتم الكنيس ثم يدخل وتبطيك بالستار لأنه لو أظهرنا الصندوق حيشوفوا واحد من برة يقول شوفت صندوق الرسول مشكلة كبيرة جدا حيصوروا حيعلقوا بالمنزل وشوف اللي بيحدث فالمشكلة نفس الخطأ اللي وقع فيه النصارى هو الآن بشيخ غالب المسلمين اللي هي العاطفة وإذا خرجت العاطفة عن طريق الصحيح لأنه الزيادة أخت المقصر فهذه مشكلة كبيرة جدا والغلو وهذه مصيبة عظيمة جدا فهذه الستارة كان جبلها ستارة طبعا هذه الستارة جدتها الملك فهد رحمه الله عام 1405 هجرية حضر الأخوان مصنع الكسوة ومعاهم الشيخ عبدالرحيم رحمه الله خطات الكسوة واخذوا المقاسات ورجعوا مكة ونستوها ونزلوا قديمة عزيمة عبدالعيز وركبوا القديمة في عام 1406 طبعا ركبوا جديدة في عام 1406 قديمة موجودة في مصرح الكسوة في مكة لكن أول من كسى هذا جدار يقال هي الخيزران والدة هارون الرشيد ورواية أخرى أحد وزران مماليك وهو أبو الهيجا هذا بالنسبة للوضع طبعا عندنا هنا أربع متر ونصف للرومة داخل الشرك فلاحظ هنا غبار شاهدين الغبار هذا يكنس طبعا ويزان ويتلف من قبل لجنة فهذه بالنسبة للمواجهة الشريفة شوفوا المواجهة الشريفة أنت إذا جيت زائد تسلم منهم رؤساء الدول وكمهم طفين يسلموا من هنا أنت تسلم من الخارج وهم يسلموا من الداخل أنت ما تشوف شيء وهم ما يشوف شيء لكن يفوجئنا وصعقنا فيه ناس متعلمة يعني ظن أن هذه الدوائل هي القبور يقول أنا شفت لما كنا في الجنادرية جوني بعد قال لي والله أنا دخلت مع الأمير فلان وأنا دخلت مع الرئيس فلان والقبل شفت قلت يا رجل وش شفت يا رجل أكد قال يا أبو يا شفت هذه الدوائل قلت يا أبن الحلل هذه علامات هذه علامات وضعت قديما لما كان عدد الزوار قليل اللي ييجي يقولوا شوف دائرة هنا حدود السلام عن رسول الله اصلاح افتالي حدود السلام على أبو بكر رضيه معه افتالي حدود السلام على عمر ابن الخطاب رضيه معه فهذه الدوائل ويجادوا الزوار حطوه على نفس الستار فتجد من الداخل هنا السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام هنا السلام على ابو بكر رضي الله عنه هنا السلام على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثلوا الزوار صارت ايش من الخارج فالمسافة من الشفء الى القبر النبو الشريف تقريبا حوالي 7 متر وروبع فهذه بالنسبة يعني انت تسلم من الخارج ويسلم من الداخل نحن اللوحة الفضيه هذه اهداها السلطان احمد الاول عام 1026 هجريه كتب بدايتها رحمه الله طبعا بسم الله الرحمن الرحيم ثم آية نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم ثم آية يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا ثم دعا ثم اسم السلطان الى جد السالس تقريبا فهذه بالنسبة للواقع والواقع من الداخل لكن كثير من الزوار وكثير من المسلمين يقول يا اخي العزيز ليه ما تريحونا وتريحوا المسلمين هدوا الجدار وخلونا نشوف قبره عليه الصلاة والسلام ريحونا يا اخي وخلونا نشوف الحقيقة هدوا الجدار وشيلوا الشب وخلونا نشوف القبره ما الحكمة من ذلك انك ما تستطيع رؤية قبر لان الله سبحانه وتعالى استجاب الدعاء للحبيب عليه الصلاة والسلام حينما قال عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه اجمعين اللهم لا تجعل قبري وثنى يعمل لو كان القبر امام الناس ما الذي سوف يحبه خلال يوم يومين القبر غير موجود كله ترمى سوف وحتشوف الرجال فوق النساء وحتشوف القتل القتيل وحتشوف شيء لا يعلم فيه الا الله سبحانه وتعالى فالله حما عليه الصلاة والسلام حيا وميتا وهو عليه الصلاة والسلام والله لو كان حيا الان بيننا لا يرضى ان ندعوه من دون الله ولو كان حي بيننا والله لا يرضى ان نسجد له من دون الله ولو كان حي بيننا لا يرضى ان نستعيد بغير الله فهو الذي ادبنا وربانا عليه الصلاة والسلام حينما قال اذا سألت فسعد وإذا استعنت فاستعب الله فما الله أرسل الأنبياء والرسل إلا حتى يعلق الخلق بالخالق سبحان تعالى فالله ما خلق الملائك ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الجن ولا الإنس ولا السماوات ولا الأرض إلا له هو وحد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا فهذه بالنسبة للحقيقة الرضا من الداخل لكن أنتهي من هذا وأرجو أني قد أني أطلت عليكم أرجو آسف على أرجو آسف على